نعم هل نتواصل وعدنا لتغرير عن الجروف ونعود هي الحياة على طبيعتها تكسوها الخضرة والجمال على امتداد ما لا يقل عن ألف كيلومتر على طول النيل هنا بالولايات الشمالية تتنوع قاصد العيش والحياة والتمسك بقيمة أن تحيا لفكرة تهب الحب للجميع مع مغرب كل يحيط السكون بالمكان لتبدأ من بعد ذلك رحلة أخرى لتتشكل ملامح بطعم مختلف وتدب في الناس روح البقاء حيث حراك ونشاط وارتباط ولأن الناس هنا يرتبطون بالزراعة بما يشكل أكثر من ثمانين بالمئة كان الاهتمام بها عميقا منذ أقدم العصور إلى أن ظهرت ما يعرف بزراعة الجروف بشكلها الحالي وبما أن اختلافا ما بين الزراعة قديما والزراعة الحالية يظل ارتباط الإنسان بها حبا وعشقا وتضحية يورثها لقادم الأجيال حيث تتميز الأراضي على هذا الامتداد مساحات بالخصوبة العالية والماء الوفير والطبيعة التي تساعد على استمرار الحياة وبقاء الإنسان الذي لا يزال يحفظ الجميل ويكن العرفان للمكان وما يحيط خبرة المزارع إذن وانتماء للأرض تمنحه الإنسانية ويمنحها الرعاية والحب والحنان يخرج ما بها من طيب الرزق ومختلف الزروع والثماء جمال على نحو يختلف عن أي مكان آخر يعيشه من هم بالجوار وعلى الضفتين طولا على امتداد النيل يتعدد الإنتاج الزراعي من المغروسات والمزروعات والبساتين ليتوجه إلى أماكن التسويق والتجارة حيث المزارع هنا وعلى فطرته خبر التعامل مع الأرض النبات والنيل وكل ما ينتج عن اشتراك هذه الموارد لذا فهو شديد الحرص على تنمية قدراته المهارية والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الطبيعة دعوات بأن يديم الله نعمة الزرع والضرع والبقاء هكذا قوة على الأرض وحنكة في الممارسة واعتزازا بماضي الأداد من لدى الشادوف والسواقي كآلات للسزرع وانتهاءا بكهربة المشاريع الزراعية الصغيرة منها والكبيرة يظل إنسان الشمال متمسكا بعاداته وتقاليده وموروثه من التاريخ والحضارة الحضارة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة